ارتكبت قوات النظام التركي مجزرة جديدة راح ضحيتها العديد من الاطفال والنساء في مدينة الباب بريف حلب خلال عدوانها المتواصل على الاراضي السورية بدريعة محاربة تنظيم داعش الارهابي وذكرت مصادر اهلية واعلامية متطابقة ان مدفعية النظام التركي قصفت الاحياء السكنية في مدينة الباب شمال شرق حلب ما اسفر عن استشهاد احد عشر شخصا بينهم ثلاثة اطفال واربع نساء وبحسب المصادر فان اعتداءات مدفعية النظام التركي خلفت ايضا اضرارا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية للمدينة